بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 13 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 26 آذار عام 2024 قرار بدءوا عطلة عيد الفطر المبارك من يوم الثلاثاء 9 نيسان 2024 ولغاية السبت 13 نيسان 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة يوم الأحد 14 نيسان 2024 أيضاً اعتبار يومي 31 آذار و1 نيسان 2024 قطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة إقرار توصيات الاجتماع التشاور المنعقد بتأريخ 16 آذار 2024 المعني بمعالجة الاختناقات المرورية بحسب الآتي واحد اعتماد توقيتات بدء وانتهاء ساعات الدوام الرسمي في مقر الوزارات ومقار تشكيلاتها والجهات غير المرتبطة بوزارة في العاصمة بغداد لمدة ثلاثة أشهر على سبيل التجربة بعد عطلة عيد الفطر المبارك على أن يتم إعادة تقييمها بعد انتهاء المدة المذكورة من اللجنة المؤلفة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 23 كانون الثاني 2023 وعلى وفق التفصيل الآتي أليف يبدأ الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المنطقة الخضراء ووزارات الخارجية والتخطيط والزراعة والموارد المائية والبيئة والهجرة والمهجرين والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة والصناعة والمعادن والبنك المركز العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وأمانة بغداد وسلطة الطيران المدني الساعة السابعة صباحاً وينتهي في الساعة الثانية بعد الظهر باء يبدأ الدوام الرسمي للرئاسات الثلاث ولوزارات الداخلية والدفاع والصحة والمالية والكهرباء والعدل والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة التربية والمدارس والمعاهد المرتبطة بها كافة الساعة الثامنة صباحاً أو بحسب الواجبات المكلف بها الدوائر والمؤسسات الخدمية والأمنية وينتهي في الساعة الثالثة بعد الظهر جيم يبدأ الدوام الرسمي لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والنقل والتجارة والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والنفط وديوان الوقف الشيع والسني ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين والهيئة العليا للحج والعمرة ومجلس الدولة مع بقية الهيئات الأخرى غير المذكورة الساعة التاسعة صباحاً وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر دال يبدأ الدوام الرسمي للجامعات والكليات الحكومية والأهلية كافة الساعة العاشرة صباحاً مع مراعاة تعديل أيام العطل الإسبوعية للكليات والأقسام بما يحقق التفاوت في الدوام خلال أيام الأسبوع الواحد أثنياً إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتفعيل العمل بنظام النقل الجماعي وبنسبة لا تقل عن 30% من موظفيها عن طريق الباصات الموجودة لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو من خلال التنسيق المباشر مع وزارة النقل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وتحفيز الموظفين على المشاركة في النقل الجماعي من خلال منحهم فترة سماح لتمديد البصمة الصباحية نصف ساعة بعد بدء الدوام الرسمي والبصمة المسائية نصف ساعة قبل انتهاء الدوام الرسمي ثلاثة إنشاء جسور مشات لعبور المواطنين قرب الكليات والمستشفيات والتأكيد على وضع سياج لمنع العبور إلا من خلال الجسور أربعة إزالة ورفع التجاوزات والباع المتجولين على الأرصفة والشوارع خصوصا في مناطق الشورجة وبغداد الجديدة وبعض الأسواق المزدحمة خمسة دراسة زيادة رسوم تسجيل المركبات على وفق قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2016 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 237 لسنة 2016 ودراسة زيادة الرسوم القمرقية لاستيراد السيارات شرط التزام إقليم كردستان بهذه الزيادة ستة فتح الطرق المغلقة في بعض مناطق بغداد ومنها أليف طريق الكرغولية السد باتجاه منطقة الأمين باء إرجاعوا بوابة التسفيرات قرب ملعب الشعب سبعة زيادة سعر البانزينة المحسن إلى 850 ديناراً للتر الواحد والبانزينة الممتاز إلى 1250 ديناراً للتر الواحد اعتباراً من تأريخ 1 آيار 2024 اقراروا توصيات لجنة الضمانات السيادية المنعقد بتأريخ 9 آذار 2024 وتوصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 24022 لسنة 2024 بشأن الربط الكهربائي بين حكومة جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحسب الآتي واحد إصدار ضمانة دفع بمبلغ 311 مليون و744 و668 دولار بضمنها الفائدة المحتسبة اثنياً المدة سبع سنوات ابتداء من عام 2025 لمصلحة هيئة الربط الخليجي بحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم 145 لسنة 2022 ثلاثة تكون كلفة شراء الطاقة المتوقعة من الخط العراقي الخليجي على أساس تيك أنت بي أربعة إعفاء هيئة الربط الخليجي من أجور إصدار الضمان المبين في قانون الإدارة المالية الاتحادية بحسب طلبهم كونهم جهة حكومية ليست بمستثمرين ولعدم تحقق أرباح لديهم على المشروع استثناء الشركات الفائزة بعقود مشروع ماء الخضر والدراجي من شرط المادة 15 يوماً المبين بإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤرخ في 18 تشرين الأول 2023 على أن يتم إلزام الشركة الأجنبية بفتح فرع لها في العراق خلال ثلاثة أشهر من تأريخ توقيع العقد ويضمن العقد إجراءات في حالة عدم التسجيل لسبب يعود للشركة على أن يتم الاتفاق على الإجراءات والأثر مع بنك التنمية الألماني أيضاً إصدار توجيه إلى وزارة التجارة لتوجيه الملحقيات العراقية في الخارج لإعلام الشركات الراغبة في العمل بالعراق بفتح فروع لها وتوجيه دائرة مسجل الشركات بتسهيل الإجراءات إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة 24-023 لسنة 2024 بشأن تنفيذ المتطلبات الفنية والقانونية بحسب الآتي واحد، التزام الدوائر المالكة للأراضي المخصصة والمحددة لإنشاء المحطات الثانوية وهي أمانة بغداد، وزارة المالية دائرة عقارات الدولة، ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ومحافظة بغداد، وجامعة النهرين، ووزارة الزراع دائرة الأراضي الزراعية، ومديرية بلدية المحافظات الثلاث للمنطقة الغسطة، واسط، وديالة، والأنبار بتنفيذ قراري مجلس الوزراء 393 لسنة 2019، و169 لسنة 2022، وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الموضوع محل البحث والإسراع بتسهيل إجراءات التخصيص، وموافقاته وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي بحسب جدوى الموقف التخصيص، للمحطات المذكورة آنفًا، والبالغ عددها 64 موقعًا بشأن الإسراع بتسهيل إجراءات وموافقات التخصيص، وتسليم وزارة الكهرباء تلك الأراضي خلال ثلاثة أشهر عمل من تأريخ الإجابة على مضمون كتاب وزارة الكهرباء المذكورة آنفًا ليتسنى لوزارة الكهرباء البدء بإجراءات الإحالة إلى الشركات العالمية المختصة في مجال الطاقة ولإدراج ضمن القروض الدولية والمباشرة بالتنفيذ اثنين، تأليف لجنة من الدوائر ذات العلاقة، أمانة بغداد دائرة التصاميم، ومفتشية آثار وتراث بغداد، ومحافظات المنطقة الغسطة، واسط وديالة والعنبار، ومديرية الطرق والجسور، ومديرية المرور السريع، ووزارة النفط، شركة الأنابيب النفطية، ومديرية التخطيط العمران في بغداد، والمحافظات المعنية، ومديريات الزراعة في بغداد، ومحافظات المنطقة الغسطة، ومديرية الموارد المائية، وموافقة الدوائر البلدية بشأن تعارضات مسارات الخطوط والقابلوات المذكورة، وموقعها بالنسبة لحدود البلدية المعنية، ووزارة الدفاع، ومديرية الاتصالات لبغداد، والمحافظات المذكورة آنفاً، برئاسة من يراه المجلس ملائماً لتأمين الموافقات اللازمة، لتنفيذ مسارات الخطوط والقابلوات الخاصة بنقل الطاقة الكهربائية 132.400 كيلو فولت، لإنجاز المشروعات ضمن التوقيتات المحددة لها، وإلزام وزارة الكهرباء بتثبيت المسارات ألكترونياً أيضاً، إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم 24-2020 لسنة 2024 بحسب الآتي، الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء 312 لسنة 2021 بشأن إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة رقم 100 لسنة 2021 بشأن تقرير الطاقة المتجددة ليصبحه 1. مراجعة الفرصة الاستثمارية الممنوحة ضمن قرار مجلس الوزراء 312 لسنة 2021، ولم يباشر بها وعدم تنفيذها لأي أسباب تعاقدية أو غيرها 2. مراجعة الطاقة المحالة للشركات الأخرى 3. تخويل وزارة الكهرباء، تقويم وإعادة النظر بالفرص الاستثمارية الممنوحة مسبقاً بموجب قرار مجلس الوزراء 312 لسنة 2021، وغير المحالة المبينة في الفقر واحد المذكورة آنفاً 4. فتح مجال الاستثمار في الطاقة الشمسية للشركات العراقية والعالمية الأخرى، مع مراعاة التطور السريع الحاصل والأسعار العالمية المتغيرة بمجال الطاقات المتجددة 5. لاستغلال الوقت وتقليل تعقيدات إجراءات التعاقد مع الشركات الاستثمارية والإسراع بإدخال الطاقة إلى المنظومة الوطنية لسد العجز الحاصل وخاصة في أشهر الصيف 5. إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24116 بحسب الآتي 6. الموافقة على منح شركة استشار المشروعات العملاقة كي بي آر 7. سلفة تشغيلية 8. طلب أمر المهم الأولى للتحضيرات اللوجستية الفنية الاستشاريين 8. ولتوظيف فريق أساسي للعمل 9. ودفع نسبة إنجاز أولية للبدء بالعمل بمقدار 10% 10. والبالغ قيمتها 2.223.626 دولار 10. استثناء من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و24 و25 رقم 13 لسنة 2023 بحسب ما جاء في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 14 آذار 2024 على أن تقدم شركة استشار المشروعات العملاقة كي بي آر 15. خطاب ضمان بالمبلغ إضافة إلى خطاب ضمان حسن الأداء بقيمة 5% من العقد الذي سيقدم من الشركة المذكورة آنفا الموافقة على ما يأتي 1. تثبيت المخالفة على المديرية العامة للماء لقيامها بتنفيذ أوامر غيار سابقة 2. و3 و4 و6 قبل مفاتحة وزارة التخطيط واستحصال الموافقات الأصولية لتغيير أسلوب تنفيذ العقد من عقد تسليم مفتاح إلى عقد مقاول 2. تغيير أسلوب تنفيذ العقد من عقد تسليم مفتاح إلى عقد مقاول جداول وكميات بحسب الآتي 3. زيادة الكلفة الكلية لمشروع ماء السلام والسراجق والمنصورية ديالة لتصبح 108 مليار و13 مليون 603 ألف وتسعمية وخمسة وأربعين دينارا 3. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات ودقتها المقدمة إلى وزارة التخطيط 4. كما تتحمل لجان إعداد أوامر الغيار واعتدال الأسعار الكميات والفقرات والأسعار والمواصفات الواردة فيها 3. تقوم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بإجراءات وتحقيقات إدارية معمقة بكل ملاحظات ديوان الرقابة المالية الاتحادي وإحالة المقصر إلى القضاء 4. الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الصحة في 25 آذار 2024 5. الخاص بإنشاء مستشفيات سعة مئة سرير في بغداد والمحافظات والمتضمن 6. توجيه دعوات مباشرة إلى ثلاث مكاتب استشارية مختصة استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 7. الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الصحة في 24 آذار 2024 بشأن برنامج إدارة وتشغيل المستشفيات لمدة شهر واحد 8. الموافقة على تخويل وزارة النفط صلاحية التوقيع على مذكرة التعاون الاستراتيجي 9. مع شركة هانيوول الأمريكية لاستثمار الغاز وتقليل الحرق للحد الأدنى والاستفادة من الخبرات الحندسية 10. في مجال تطوير المصافي واستغلال الغاز والبتروكيميائيات بالشكل الأمثل 10. وفي مجال التدريب وتطوير الكوادر الحندسية والفنية 11. مع الأخذ بعين الاهتمام بأن تنفيذ المذكرة لا يرتب أي التزامات مالية أو قانونية على وزارة النفط 11. الموافقة على ما يأتي 1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مسبح كلية التربية الرياضية لتصبح 8 مليار 757 مليون 987 ألف و250 دينارا 12. تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة البصر مسؤولية التأخير في حسم المشاريع المتلكئة 13. وصحة ودقة البيانات والأسعار كافة التي تم تزويد وزارة التخطيط بها 14. وتوخي الدقة وتدقيق الطلبات والأوليات قبل رفعها إلى وزارة التخطيط وتلافي كثرة التعديلات 14. الموافقة على تخويل السيد وزير الكهرباء صلاحية توقيع خطاب نوايا بين وزارة الكهرباء وشركة جي إي ذير نوفا العالمية لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة 15. الموافقة على طلب وزارة النفط المتضمن زيادة الكلفة الكلية لمشروع إيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية 15. لشركة خطوط الأنابيب لتصبح تريليون أربعمية وأربعة وثمانين مليار 1685 مليون 731 ألف وثمانمية وثلاثة وخمسين دينارا 16. الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة التخطيط في 24 آذار 2024 الخاص بعقود التعداد العام للسكان والمساكن على أن تتحمل الوزارة سلامة الإجراءات 16. اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد 24 ألف وثمانية وتسعين 16. بحسب الآتي الموافقة على تمديد مدة توقيع عقد مشروع مجاري ناحية الوحدة لمدة شهر واحد 16. شكرا 16. ترجمة نانسي قنقر 16. ترجمة نانسي قنقر